اشتركوا في القناة لممارسة طقوس الحياة بشكل اعتيادي وممارسة طقوس العيد هذه دماء الأضاحي التي تم تضخي بها صباحا هذا اليوم كأحدى سنن عيد الأضحى المبارك وعلى الجانب الآخر هناك محاولات من قبل الأطفال للترفيه عن أنفسهم بعد أيام الحرب الصعبة التي عاشوها والتي كانت تبلغت 51 يوما هناك محاولات من قبل الأطفال للعب ولو بشكل بسيط والترفيه عن أنفسهم في محاولة للتأكيد على أن هناك نوع من الإصرار على الحياة ومن الإصرار على أن يكون هناك حياة في قطاع غزة على عكس ما تدمره وتخلفه الحروب الإسرائيلية على القطاع محمد عبد الحيس كاي نيوز عربية قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر